معانا ام محمد من القاهرة يا دكتور عامل ازاي حضرتك نعمة وفضل الحمد لله انا استحلفتك بالله لا تدعي المروة بنتي بالله عليك كل الكرب اللي هي فيه وابنها عبدالله بالله عليك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجبر خاطر مروة ويفتح عليك دا يا دكتور عامل مش عارت عقاب من ربنا لان كل شوية تطلع من الورطة تخش في ورطة كده يعني مش عارتها في ايه ان شاء الله ربنا يجبرها مش لازم الواحد لو كان بيتكتر عليه الشدائد والبلاء مش لازم يكون دا تغضب من ربنا ابدا ومش لازم دا يكون ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عنه لا دا ممكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه بيهذبه بيرقيه كل دا حتى الشوكة يشاكها المسلم يا الله سبحانه وتعالى يرفع عنه اذى المعاصي والذنوب ويرفع درجاته فلذلك ما تحوليش تخليها تعيش هذا الشعور احنا مش عارفين دا بيحصل ليه بيحصل ان ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نرفع ايدينا السماء ونقول يا رب عايز قلوبنا تكون وثقة ان الله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي عايزين نفى من الشدة دي جذبة وشدة وشدة الى الله سبحانه وتعالى فنعود الى الله فاذا لا وتعالي ندعي لها ان ربنا سبحانه وتعالى يريها من عظيم فضله ومن منله العظيمة سبحانه وتعالى الذي ينزل على الاولياء والصالحين واجعلها في كرمه واجعلها في مدده وينزل عليها من رحمته ولطفه وبركته ما يسعد به قلبها واجعلها في قربه واجعلها في مودته واجعلها في لطفه سبحانه وتعالى هي وأحبابها ومن سمع ومن قال آمين آمين يا رب العالمين